اخير بقى حاجة معنا النهاردة المعلقة الجزائري في الفقرة دي استحوذ على اهتمام السوشيال ميديا النهاردة بعد ما كتب على حسابه بتويتر انه بيقول كده اهو احلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية نهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي واخي محمد ابوتريكا وبيقول شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكبتن ابوتريكا بالفوز للمنتخب الجزائري تعالوا نشوف مع بعض بعض التعليقات كده ونحن معنا يا جماعة تعليقات تعالوا نشوف مع بعض التعليقات وشايفين طبعا السورة هي معنا على الشاشة محمد ابوتريكا بقى بيرد كبتن ملك القلوب بيقولنا تشرف بك يا كبتن حفيز ونورت بيت الحج محمد ابوتريكا الله يرحمه. دايما الحجة الولدة والعائلة في الموعد. طبعا يعني ده بقى يا جماعة. دي العلاقة طبيعية على فكرة بين الشرفاء. سبحان الله. لما أرى شخص يحب كابتنا بوتريكا. إلا وكان محمود السمع محبوب من جميع الناس. ولما أرى شخص يكره كابتنا بوتريكا. إلا وكان مذموم السمع مكروه من جميع الناس. نشوف التعليق اللي جاي. ولسه مع تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف أيضا التعليق على هذه الزيارة. بيوتنا كلها مفتوحة. للكابتن حفيز. لأجل عيونك يا تريكا. أعبال لما تستقبله. أنت بنفسك وسط أهلك وناسك. نشوف برضو تعليق أخير معنا. ربنا يرجعك بالسلامة ليهم يا رب. وحسب يا الله في اللي كان سبب في بعضك عنهم. طبعا بيوجه رسالة لابوتريكا. طيب. أنا عايز أقولك على حاجة. أنا كان معي أضيف في الستوديو من الحلقة الأخيرة يوم من جمعة نفات تقريبا. وهو من الجزائر. يعني تشرفت بوجوده معي. وقلت نتكلم على أحداث أخر الأحداث في الجزائر. وقال لي كان وقتها لسه الجزائر صعد. يعني للدور الرابع. كان لسه في الربع النهائي. صعد وقال للنهائي. فأنا كنت ميعا ببارك له. بقول له مبروك لمنتخب الجزائر. فقال إن شاء الله. وإن شاء الله أنا تمنى. عندما يفوز منتخب الجزائر إن شاء الله ويأخذ الكأس. سنهدي هذا الكأس لروح الرئيس الشهيد. الدكتور محمد مرسي. فإحنا عارفين. وشفنا طبعا جمهور الجزائر. وهو يهتف فيه المدرجات في الأعمال اللي فاتت. والناس إزاي فرحانة بيهم. وهتفوا طبعا ولا همهم بقى. لا يقول لي بقى عسكري مصري. ولا زابط مصري. كل ده بالنسباله بالتراوزة. كانوا الشجعين المصريين ما يدروش يروح. ولا يقولوا كلمة حق الجزائرين رايحين يقولوها. وده في الحقيقة هو حق الثورة المصرية على كل مواطن عربي حر. النهاردة هو الجزائر بيتحرك كصدى بعد حراق مصر وتونس. النهاردة البلاد الحرة أيضا تتحرر لناي لمطالبها ومنهم الشعب الجزائرين.